صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان بيشوفونا يا رب النهاردة يكون احلى من امبارح ويا رب دايما مصر احلى بينا وبيكم صباح الخير رانيا صباح الخير صورة صباح الخير مشاهدي النايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليان بالامل والتفاعل في حالة هدوء في البلد ما فيش مشادات كثيرة اي نعم فيه وقفات احتجاجية في كثير من الاماكن ولكن الحمد لله فيه هدوء والهدوء ده بينعكس على البورصة المصرية البورصة المصرية عمالة فيه تصاعد 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 فقرات مختلفة النهاردة من ضمن الفقرات لجنة الاغاثة والطوارئ الحضراتكم ممكن نكون بنسمع عنها لما بيحصل اي كوارث او اي اي مشاكل زي مسلا في سوريا لجنة الاغاثة والطوارئ بتروح عشان تدعم الناس طبعا نتمنى الهدوء نتمنى من السلطات السورية ان هي تهدى شوية على شعبها من حقه ان هو يعبر عن رأيه بشكل او باخر الفترة اللي فاتت كلها ما كانوش عفيني يدخلوا لك ياسدم ولا ادوية ولا اكل ولا اي حاجة وكانت مجزرة غير عادية عندنا فقرة النهاردة خاصة بلجنة الاغاثة والطوارئ هنفهم اكتر الناس دي بتشتغل ازاي وتتمول ازاي الاستاذ هشام كمال المدير التنفيذ لجنة الاغاثة والطوارئ باتحاد الاطباء العربي كمان الحقيقة هيكون معنا فقرة مع الاستاذ محمود بكري رئيس التحرير التنفيذي لجنة الاسبوع هنتكلم معاه عن احداث محافظة انه طبعا اكيد حدثكم متابعين قصة الاشرف الحمديات الحقيقة انه فيها مشاكل كتير جدا يمكن كان في اكتر من مبادرة للسلح ولكن الحقيقة برضو لحد الوقتي لسه الموضوع بالزبط مش عارفين وصلوا لايه فهنحاول نهاردة ان شاء الله مع الاستاذ محمود بكري نعرف اكتر عن احداث انا الاستاذ امينة خيري وهي صديقتنا جدا الصحافية هتكون موجودة معانا النهاردة هي من جريدة الحياة الاندونية علشان نعرف مع بعض نهاردة ايه المنشطات والحاجات والعنوين المهمة جدا الموجودة في جميع الجرائد يعني نهاردة وانتو بتفتروا بتشربوا كده القهوة تعودوا معانا في اول يومنا عشان تعرفوا ايه هي الاخبار الموجودة في جميع الجرائد مية في المية ثورة لما تبقى مصر او المصريين بيعملوا ثورة تبقى اكيد اخف دم ثورة في الثورة ده اسم كتاب ضفتنا هتكون اسمها الاستاذة دينا هلال صاحبة فكرة والكتاب اخف دم ثورة كلها نقطة هنتكلم كده بشكل لذيذ ونعرف اكتر عن هذا الكتاب عندنا عالم يعني مهم جدا لازم ان احنا نقدمه حتى في البداية اليوم وهو الدكتور ابو بكر الصديق عالم الرياضيات علماء مصر بيشرفوا مصر في كتير من المحافلة الدولية ومشرفنا النهاردة وحنعرف اكتر في علم الرياضيات وحنعرف اكتر عن تفاصيل الافقار اللي بتدور في تفكير الدكتور ابو بكر الصديقة ورؤيته للاقتصاد المصري وازاي ممكن نخرج زي ما بيقولوا من عنق ازازوكا ياريت بقى الحقيقة وافتكير ان ده الوقت المناسب اللي لازم بقى نحاول ان احنا نتوحد مع العلم ونتوحد مع العلماء لانه الحقيقة يعني جي الوقت اللي لازم نستفيد به من علماءنا نروح لفاصل ونرجع نبتدي اولى فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد وهي فقرة الصحافة خليكم معنا